الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره الطيبين الطاهرين وارضى اللهم عنا معهم أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين وبعد في اللقاء السابع عشر من أسماء الله الحسنى الله المصور سبحانه وتعالى لم يرد هذا الاسم العظيم في القرآن الكريم إلا في قوله سبحانه وتعالى في خواتيم سورة الحشر هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم فما معناه في حق الله المصور سبحانه هو الذي أنشأ خلقه على صور مختلفة وهيئات متباينة من الطول والقصر والحسن والقبح والذكورة والأنوثة كل واحد بصورته الخاصة التي يتعارفون بها قال تعالى وصوركم فأحسن صوركم ما الفرق إذن بين الأسماء الثلاثة الخالق، البارئ، المصور الخالق هو الذي أوجد الأشياء من العذب البارئ هو الذي هيأ كل مخلوق لما خلق له المصور هو الذي يركب كل مخلوق في أي صورة شاء عندما نتأمل في هذا الإسم العظيم نجد أن الله عز وجل صور الأشياء وجعل لكل منها شكلاً معلوماً عندما نتأمل إلى محيطنا سنجد لكل نوع من المخلوقات شكلاً يميزه عن غيره من الأنواع فالإنسان يختلف عن الجمل ويختلف عن الأسد يختلف عن النبات يختلف عن الطير وصوركم فأحسن صوركم هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى أنه اختص الإنسان بأحسن الصور وجعله أجمل المخلوقات شكلاً انتصاب القامة سوى أعضاءه وحسنها وفي ذلك يقول ربنا الله الذي جعل لكم الأرض قراراً والسماء بناءاً وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين ويقول سبحانه وتعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين هذا التصوير يكون في ظلمات الرحم قال تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم نبينا صلى الله عليه وسلم قال إذا مر بالنطفة إثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكاً فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها ثم قال يا ربي أذكر أم أنثى فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك ثم يخرج الملك يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على أمر ولا ينقص سبحانه وتعالى تصوير عجيب سبحانه جل في علاه الإنسان هذا الله سبحانه وتعالى جعله مميزاً مميزاً في كل شيء في صورته فإذا نظرت إلى هذا ليس مثل هذا تعرفه مجرد النظر إليه هذه معجزات تصوير الإلهي رغم أن تركيب الوجه لا يختلف من إنسان إلى آخر بيتكون من عينين وأنف وأذنين وفم لكن سبحان الله أحسن الخالقين ورغم أن اليد للإنسان تتكون من خمسة أصابع لها نفس التركيب إلا أن كل إنسان له يد تختلف في الشكل عن أيدي غيره من البشر فالحق سبحانه وتعالى يصور من التركيب الوحيد عدداً لا نهائياً من الأشكال شوف الإعجاز القرآن لما الكفار تحدثوا وأنكروا البعث يوم القيامة وكيف يجمع الله عظام الميت رد عليهم رب العزة بقدرته بأنه قادر على أن يجمع ويسوي بنان الإنسان هذا الجزء الدقيق الذي يعرفه يعرف عن صاحبه وبيميز هذا هو البنان الأصابع يميز كل إنسان عن الآخر مهما دلت عليه كشف التجارب زمان لم يكتشفوا إلا في القرن التسعتاشر الله قادر على أن يجمع أطراف أصابع الإنسان التي هي أصغر وأدق وألطف الأعضاء فكيف بالأظام الكبيرة طيب ولماذا ذكر ربنا سبحانه وتعالى البنان لأن فيها خطوط دقيقة في أطراف الأصابع هذه عند كل واحد لا تشبه الآخر أبدا أبدا ولذلك بيعتمد البصمة خاصة في جمع الأدلة لاكتشاف مرتكب القرائم وغيرها طيب في حديث النسكض يقع فيه في فهم من مغلوط يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته طوله ستون ذراعا الضمير الوارد في صورته عائد على آدم عبارة طوله ستون ذراع وجاء التوضيح لهذه الصورة أي صورة آدم ليه لأن آدم لم يمر بمراحل الجنين المعروفة من كونه جنين فرضيع فطفل لا ما مرش بكده بعض العلماء أو بعض الناس وقعوا في الخطأ وقالوا على صورته أي على صورة الله عز وجل وهذا اعتقد باطل وفاسد وإن كان الإنسان مخلوق على أحسن الصور إلا أنه مخلوق حتى الاشتراك بين الله عز وجل والإنسان في بعض الصفات زي السمع والبصر والقدرة هذه اشتراك لفظي أو مجازي لأن الصفة لدى الإنسان هي من عفاء الله ومن فضله وعقيدتنا تنزيه الله عن الشبيه والنظير والمماثل قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير طب يأتي سؤال حكم صناعة التمثيل ما يسمى بالفن التشكيلي حرام هذا حرام قال صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون بعض أهل العلم قالوا هذا كان في زمان عبادة الأصنان والآن ما فيش عبادة الأصنان فيجوز ذلك فيجوز ذلك لكن هذا غير صحيح لأنه ما زال أناس يعبدون الأصنان إلى يوم الناس هذا إلى يومنا هذا حتى في عصرنا آه في عصرنا طيب ماذا لو كان مكسورا لو كان في شيء مكسور بعض العلماء جوزوه طيب حكم لعب الأطفال ما هي مصورة على هيئة التمثيل هذه أدوات للعب والنبي صلى الله عليه وسلم أقر وجود العرائس عند عائشة فلا شيء فيها فلا شيء فيها طيب ما حكم صناعة التمثيل للزعماء والرؤساء حرام ويشتد حرمتها كمن إذا كانت هذه التمثيل لظالمين طغا فالأولى أن يصرف تخليد الحكام والرؤساء إلى تطبيق العدل وهذه الأموال ينفقوها على المفكرين وإنشاء المؤسسات أفضل طيب حكم التصوير الفوتوغرافي تصوير الفوتوغرافي هو آلة أشبه بعين صناعية نظام التصوير يشبه إلى حد كبير جدا نظام الرؤية في العين فإن الآلة ترى الأشياء وتحتفظ بها رأت بما رأت لتمكنك من النظر إليه كلما أردت ذلك طيب هل هي حرام؟ لا مش حرام ليه؟ لأنه لا يتجاوز كونه عن حبس العكس كالمرأة فالأجسام ينعكس نورها على المرآة يظهر عكس شكلها ولكن أثر الأجسام المنعكسة على المرآة سوء العام ما يزود بعد ما يتحول ما كان مقابلها من الأجسام إنما التصوير الفوتوغرافي لا شيء فيه إنما استخدامه في إشاعة الفسوق ونشر المفاسد هذا حرام هذا حرام اسم الله المصور له ثمار عظيمة الإيمان بأن الله هو المصور لكل خلقه وأن الله خلق الإنسان في أحسن هيئة أو أكرمه ولقد كرمنا بني آدم تكريم ما صوره الله والنهي عن إهانته لا بضرب أو بشتم في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه ولا يقول قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك فإن الله خلق آدم على صورة على هيئة آدم الوعيد كمان لمن أرد أن يخلق كخلق الله فيما يسمونه بالفن التشكيل في حديث أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة كذلك لا ينظر الله إلى صور الناس إنما ينظر إلى قلوبهم في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم فاهتموا بقلوبكم واحمدوا الله على أن صورنا في أحسن تقويم وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اشتركوا في القناة